بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ماكم الباحث خالد من سعود الأحليبي إن شاء الله اليوم رح نتكلم في درس بسيط جدا عن الأحماض النووية الأحماض النووية تعتبر جزئيات مركبات عذوية معقدة جدا طبعا هي مسؤولة عن جميع العمليات الحيوية الأساسية للكائنات الحية وتوجد في نواة الخلية وتتكون من وحدات بنائية أساسية تسمى بالنيو كيلو تيد طبعا ويتألف الحامض النووي من عدد كبير من النيو كيلو تيد من ثلاثة أنواع من جزئيات تم تصنيفها أنها تصنف ثلاث أنواع من الجزئيات أول جزء هو قاعدة نيتروجينية الثاني جزء حامض الفيسفوريك الجزء الثالث هو جزء السكر الخماسي اللي شرحناه قبل وطبعا ترتبط النيو كيلو تيد مع بعضها البعض بروابط تساهمية لتكوين الران أو الدي اناي طبعا الحامض النووي الدي اناي يحتاج ترابط كبير جدا بروابط تساهمية بالنيو كيلو تيد تحصل لها اندماج علشان تكون هذا الدي اناي طبعا تكون بعملية معقدة جدا وسريعة بنفس الوقت يعني تنتج أشياء مركباتك طويلة جدا في دقائق يعني ما تستمر ساعات أو شهور وأيضا رح نتكلم في دروس الجاية عن الحمض النووي الدي اناي بشكل متعمق أتمنى أنكم فهمتوا الحين علاقة النيو كيلو تيد بالأحماض النووية والأجزاء الثلاثة اللي شرحناها جزء حامض الفيسفوريك وجزء السكر الخماسي وقاعدة النيتروجين ضرورية جدا لتكوين الدي اناي هذا الأساسيات لتكوين الدي اناي ان شاء الله في الدرس القادم نتعمق في الدي اناي أتمنى أنكم هذه مقدمة البسيطة عن هذا التكوينات الأساسية فقط ان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم